انشاءات الكرام ورجعنا لحضركم بعد الفاصل ومتكلم في قصة شائكة جدا كلنا بنتابع التطورات او الانشاءات المعمرية اللي بتعملها الدولة اليومين دول ويعني انشاءات كتيرة جدا على صعيد الطرق الكباري الانشاءات المدن الجديدة الانشاءات في القرى السياحية وغيرها طيب احنا مش زعلانين من الانشاءات دي او يعني بنرحب بهذه الانجازات والمشروعات الكبيرة ولكن يعني في بعض هذه الانجازات بيكون فيه ضريبة ايه الضريبة اللي بتحدث مثلا نازع ملكية من بعض الناس بياخدوا منهم شؤاء بياخدوا منهم بيوت بياخدوا منهم اراضي تمام خدها لكن بتعويض يستحق ان هم يسيبوا املكهم ويسيبوا حاجتهم وينتقلوا المكان اخر يكافئ او يساوي بالزبط يكافئ او يساوي زي ما حضرتك بتقولي لكن ان انت تسيبهم من غير اي حاجة او تعويض مادي وليل لا ده محدش يقباله بصراحة يعني معنا الاستاذ محمد ربيع مدرس بالأظهر اهلا وسلام بحضرتك اهلا بك اهلا بك اهلا بك اهلا بك اي ان كانت ولكن في ناس كانت عايشة على الارض دي الارض الناس دي اولا ما كنوش محتاجين حد مميزوش يدهم لحد ماشا عايشة في شؤاها واللي فاتح محل بيسترزق منه ولا اللي عنده محل بيأجر بيأجره عشان يبقى دخل لي ولي عياله النهاردة كل ده مش موجود طيب هل التعويض او التعويض المكافئ حيبقى ايه هل انا هتاخد مني شاقتي وتديني شاقه في مكان تاني اعتقد قالوا لا الجهاز اللي انا مش موجود المحل هيتعوض بيه بمحل تاني لا القيمة المالية اللي انا فهمت وانا بعيد القصة دي وحاول افهمها القيمة المالية المكافئة لاملاك الناس دي املاك انا قدامي ناس اصحاب املاك ومعهم ورق هي ارض مش بتعديين عليها مش ارض ملك الدولة لا لا خالص الناس دي شرية ومقصتها وفي منهم اللي بدفع عوايد دنيا دنيا رسمية عايد دي اصحاب املاك فجأة انا ما عنديش حاجة طيب مش مالس محمد مصطفى يعني يعني لضيق الوقت عايزين نتكلم يعني حضرتك مشكلة حضرتك ايه عايزين حضرتك تشترح السادة المشاهدين بمشكلتك بسرعة انا مشكلتي انت دلوقتي محتاج تعمل المحور وده شيء كويس وشيء محمود الله ينور على جذرتك يعني احنا مع الدول بس يعني التعويضات متبقاش على الناس دي بس يعني بتعويض عادل بيت بيت عبارة عن ايو صفولي بيت صغير دور ارضي فيه ثلاث محلات وفيه خمس غرف تمام مين اللي ساكن في في الاماكن دي انا واخوتي كل واحد في قوضة والمحلات دي المفروض هي اللي بتغطيكو المفروض المحلات دي بتغطيكو كمصاريف ايه المقابل اتفضل التعويض اللي بيقولوا عليه ان التعويض هياخده قاتل المكان ساكن المكان اه فرضا انا اجر لواحد لمدة سنة هياخد مثلا من التعويض دي عشرين او تلاتين طب هل دي واقل واحد جي اجر سنة ده طورقك فيه انت مالك مالك ومعاك ما يزبط معاك ما يزبط ازاي المؤجرون يعني انا ربعين سنة مسلا طب ازاي دكتور نفس المشكلة المشكلة اللي احنا كنا بالنقشة قبل كده ان يعني الغرامة بتبقى على ساكن المكان الله وفي ايه يا جماعة يعني ممكن نقول ان قصة بتاعت المخالفات بتاعتنا لا بس هنا قصة مختلفة هنا انا انا صاحب ملك والمفروض انت بترحلني عشان تبني او تطور تمام كده يعني ايه المؤجر ياخد الموضوع ده تقريبا يعني نشأ من فكرة ان اصحاب البيوت كانوا عايزين يامتنى عن الحصر لحين تعديل التعويضات بدل ما هتدي فلوس لا هتدي حاجة مناسبة عقار بعقار محل بمحل تمام شقة بشقة اه التعويضات حدد ايه يعني لو انا عندي محل يعني فيه ارقام كذا تعمش منطقية ما فيش شفافية يعني سألنا كتير في الكلام ده ما بناخدش اجابة يعني مفيش اجابة محددة فانت الامل لك شقة اصد شقة او محل اصد محل ده اللي احنا عايزينه لكن اللي اللي بيتقال ان فيه تعويض مادي كام ما نعرف حدد ايش ارى طيب السؤس محمد ربيع مشكلة حضرتك ايه مشكلة ان كده وقع علي درر والدرر ده يترفع لان التعويض المادي ما يسويش اي حاجة يعني تعني في حضرتك ايه او المكان المكان المكونات المكان اعمارة اربعة دوار اعمارة اربعة دوار اه اه الدور الاولاني ثلاث محلات اه والباقي سكن طيب انت ما هتديني تعويض مادي هروح فين وبرضو ارض ملك اه 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 ارض كانت محافظة اه 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 واشتريت 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 وعندك مرافق وعندي مرافق وعندي عددات كبار مشتركين انت مركب لعددات كبار مشتركين طب ليه عايز تاخدها اه عايزين صوتنا يوصل لدولة الرئيس والسيادة الرئيس لان الموظفين في الجهاز بيقولوا لا هو تعويض جهاز الاسكان والتعامير بالماهرة عايزين نصل لرئيس الجهاز ما بيدخلناش لرئيس الجهاز ندخل للتاع الشؤون القانونية يقول لنا تعويض مادي طب قولي تعويض المادي ده قد ايه انا واقع علي درر ارفع عني الدرر ده مفيش فاملنا ان صوتنا يصل سيادة الرئيس ودولة الرئيس لان احنا يعني بنقول احنا في عصر ازهى العصور ان شاء الله ان شاء الله معانا مداخلة الاستاذة اميرا السلام عليكم اميرا من فضلك كونك توتي التلفوء التلفزيون استاذ اميرا استاذ اميرا ممكن حركة توتي التلفزيون اعلي صوت حضرتك شوية او سامير او سامحت اعلي صوتك ووتي التلفزيون او او يعني اطفيه خالص من فضلك دلوقتي لانا صوته واضح معانك كده كويس تمام اميرا مشكلتك افندم اه حضرتك انا عندي اه ارض المفروض ان انا كانت الارض الساعتين تملكها من سنة ستة وثمانين ستة وثمانين اه جوم كانت محمد كلين انا اصبحت في اوراق عند حضرتك ممكن تعرضها على الشاشة في اوراق تثبت من ملكية الارض افندم الملكية في الاصل مين واشتريتي من مين اه الارض اصلا انا كانت الاول اللي هقولك انا الاول كانت الارض مشترية عادي ارض من حد برع الطريق جم الحي كان هيدني مكان في الحتة الساعة الورشة اللي كانت مخصوحة في ايها كانت ورشة خراطة في ايها فجي الحي قعد مع حماية بقى الله يرحمه وقاله ان هو ياخد نفس المساحة اللي هو عايزها بس جوه دليل اوراق الخاصة بالاستاذة اميرا اه يتنقل جوه وبفرق الموضوع طالما ان هو هيتنقل والراجل ما عندوش اعتراض ممكن ان هو يشتري منهم مساحة اكبر جوه بيدفع فرق الفلوس بجاعته بيعودها وابتبعه الارض كلها ملكو تمام في ورق بقى يثبت انه هي تمت الموافقة من الموافقة جاتي من الحي ومن المحظة ان تمت الموافقة على ان هي تتنقل جوه بالمساحة التانية وتعودت يعني كناها متعودة هو معي ورق وغسلات بتثبت كده مدفوع فرق الفلوس مدفوع فرق الفلوس عشان دي حتة اجر تمام ساحة متخلص والعوايد بتاعات اخر سنة دي العوايد دي دي ديها موجودة وكسف المجتملات الرسمي اللي نزل من الحي اللي هو موجود في الورق المتطول مع حضرتك موجود فيه تمام ان هو نازل لحد اخر اخر الكسف المجتملات نازل بعدد الاماكن بعدد الاشخاص بصاصحاب المكان ومن الغرق بتاع العوايد متعود لحد اخر سنة مين معنش يا فهند مصفلي المكان حدت فيه الارض ايه الارض هي يعتبر اكبر مبنى في الصف اللي انا موجودة فيه هي على الوجهه قدام كم دور ثلاث محلات محلين كبار محل ثلاثين متر والتاني قدو ومحل اظهر شوية في ظهرهم في اربع محلات تانين خمس محلات تانين في الظهر تمام ودورين بنية الترخيص كل ده بالترخيص تمام كل ده معاكي ميز بالترخيص كاميرا حضرتك عرفت التعويض قد ايه او ما عرفتيش برده عرفت التعويض النهاردة وانا في انا رحت الجهاز اللي هو بتاع الاسكان عالتان قالوا ان احنا مفروض رايحين نعترد يعني الناس صحاب الاراضي رايحين يعترد فانا هناك قالوا لي خشي عرفي قيمة التعويض بالضبط بالضبط فانا لما سألتك كانت في الناس اللي وقفة هناك ناس معايا على نفس الصف التاعي يعني يعني القصوص اللي عند حضرتك عارف ان احنا معايا ناس على نفس الصف التاعنا ريديو البيت اللي بعدية راح قال لك انا خلاص انا مياخد الفلوس وانشي وهو مفروض ان الراجل نسمع لك بس هو مش عايز حقه هو حر فانا لما رحت قالوا لي روحي اكتبي الاس وامبي على القصف التاعي وتعالي بعدي وينت رابت لنشيك فانا قصوه انا مش عايزة سلم انا مش عايزة انا مش موافقة على كده قالي يا باب خلاص انت عندك المحل بـ 40 ألف جنيه لو محل كبير تخذي 40 ألف جنيه ده اخر كلام انا وصله النهاردة المحل بـ 40 المحل لو كبير 40 ألف جنيه 40 ألف جنيه اه الساقة القوضة الوحدة 30 ألف ولو عندي يعني أنا المفروض للشقة عندي أربع قوض مطبخ حمال المفروض بالمساحة دي كلها أنت هتتعود لو عالقضة تلاتين ألف يعني مثلا شقة مئة وعشرين مئة وخمسين ألف ألا حد أقصى من تسئين ألف إلى مئة وعشرين الله، طب إزاي الحجرة؟ الحجرة تلاتين ألف وإزاي بيقولك حد أقصى مئة وعشرين؟ تسئين أو مئة وعشرين؟ ده لما أنا أتكلمت هو حتى رح قايله الشقة فيها تلات قول أربعة من الغرفة بكذا لأن واضح أن المنطقة دي قوضت محمد كلها لو سمحت ممكن تدخلينا لو ست صبري عبد المحامي للمستشار القانوني معنا لو سمحت هل أنهوا؟ كميلي يا أصدامير كميلي يا أصدامير فاروحت له النهاردة ما أصده كده رح قاين لي أتقدني بسعر قال لي السعر النهائي كده هتوافقي أصده لأ أنت عايزة بردو مكان أصد مكان ده اللي أنا قلته أنا حاجتك عايزة محل قدام محل شقة قدام شقة مدام أميرة زوجك موجود؟ لا زوجي متوفي ومعايا تلات أصفال وصاحبة أملاك المفروض هتغطي اللي موجود ده هيغطي الولاد دي ومصارفهم دي حاجتهم هم أنا أنت متخيلة أن أحد ينام بالليل معايا أملاك ومش هقولك بقى أن هو وضع يد أو أن هو واخد حاجة مش بعته أنا نايمة بالليل معايا حاجات سايراهم لأيالي عشان لما يكبروا ويلاقوا على الأقل حاجة يسندوا عليها أصحب أنهم الصباح ألاقي نزلة ملكية وطب ميشي أنا ما عنديش مشكلة ما عنديش اعتراض أن هم ياخدوا الحاجة هم مش هقفوا طريقهم تمام هم عايزين يبنوا طريق على أنه وعلى راسي يتطول للدولة ومحدش يقدر ينكر ده وكل حاجة عوضني بنفس الحاجة بتاعتي مش شرط نفس المفايحة بس يزين مكان يعني أنا مش هقولك أنا عندي محل كبير المحل الواحده 30 متر أنا أعرف ناس جاءهم أرحوا قسمين المحل بالنصف قال لك أنا هيخد ديهم محلين أنا كنت في عرس سايد هناك في المكان أنه هو يقسم الشقة قوض وكل واحد فوقه أستاذ أميرا حضرتك طلب حضرتك أن أنت عايزة يعني التعودي يناسب أو يناسب القيمة المادية يناسب أو يديك حاجة مكانها بالضفط لا يا نازل مش عايزة أخطين المادية صح؟ أنا مش عايزة مادية أنا زي ما حضرتك خدت شقة مش قولك هتلي شقة أربع قوض ورشيش نقضي الحجم التاعي وكل ده ديني شقة ثلاث قوض ديني شقة وضطين بس قولي خدلي شقة ملكك اعرفي بيعيها اعرفي في بيها كم سنة لحد ما قيالك يدعوه تمام رسالة حضرتك وصلت أميرا وشكرا لحضرتك جزاكم له خيرا أميرا ثلاث محلات لو قيمنا المحل بـ 40 ألف أديمية وعشرين ألف تمام؟ الشقة أربع قوض مثلا أو ثلاث قوض أديمية وعشرين ألف الأستاذ صابري عبدو تلقوا حضرتك؟ مش بيرود تمام 240 ألف يعني أنا كده ده التوتل ده المجموع 200 ألف هيجيبوا شقة؟ لا هيعوضوا عن المحلات اللي هي بتصرف منها على أولادها؟ لا طب ايه؟ الموضوع برضو شائك تمام، سؤال محمد ربيع لو قلنا حضرتك يعني الطلب من حضرتك أو يعني الطلب الأخير من حضرتك هل حضرتك تفضل القيمة المادية التي تكافئ أو مكان آخر؟ لا مكان آخر انتو بتروحوا لمن؟ كشكاوى وتظلمات وكلام زي ده؟ بتخلطوا من؟ جهاز تعمير القاهرة، جهاز التعمير، ردوا بباقيه؟ تعويد مادية تعويد مادية ما عنديش ألا تعويد مادية دينا أي بديل، طب احنا فينا ستخرج في حاجة تنص على ده؟ ده السؤال ده اللي أنا كنت أريد أسأله بمهندس محمد مصطفى بما أنه مهندس معماري يعني المفروض إن حضرتك متضرر؟ طبعا أنا أسأل حضرتك في الموضوع ده في الإجراءات التي تتخذ في هذه الموضوعات؟ العبارات اللي بتتتخذ في الموضوع ده إن الموضوع المفروضي الأول فكرة المشروع اتطرحت تتعمل مظبوط وتتنفذ مظبوط وكل حاجة ويبقى فيه شفافية ووضوح وكل حاجة تتحطي التصميمات وتتحطي الحاجات ويبدأ الناس تبقى عرفة أنا هتشال؟ لا أنا مش هتشال الجزء ده فيه تطوير؟ لا ما تريش تطوير طبعا في حالة ما أنا هتشال؟ هتعمل معي إيه؟ كل ده المفروض يكون موجود من قبل الشباب قدمتوا الضلمات مكتوبة؟ لا ما قدمناش طيب أسر محمد، المهندس محمد حضرتك يعني الطلب الأخير لحضرتك برضو إن حضرتك بتطالب مكان آخر؟ بتطالب بمكان آخر يكافئ نفس المكان يكافئ نفس المكان لأن قبل كده كان يعني فيه ناس بتتهدف أماكن مش على الشارع العمومي تمام مش مهندس محمد مصطفى إن شاء الله بإذن الله رسول محمد ربيع يمكن نمدي في الموضوع ده حلقة أخرى ولكن عشان ضيق الوقت يعني وقت الحلقة خلص بنا أشكر حضرتكم إن أنتم شرفتونا ونورتونا وإن شاء الله يكون صوت حضرتكم وصل للسادة المسؤولين وإن شاء الله يعملوا على إنهم يرضوكم بأي حال من الأحوال إن شاء الله إن شاء الله شكرا أي كلمة تانية في الموضوع ده؟ يعني أنا الموضوع ده فيه نقلة من مالك لفعلا آم الصبح تمام فلو فيه طريقة حد يقدر يقول لنا نتظلم إزاي واضح الناس مش عارفوا حتى تتظلم إزاي مظبوط كده يعني أنت حضرتك عايزة بتطلب إنه يكون في مكان نوذفي الشكاوي وما نقدرش نقبل حد من المسؤولين تماما مشاهدي الكرام في نهاية هذه الحلقة لا يسعني إلا ما أشكر حضرتكم على حصة المتابعة أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته